السلام عليكم أعزائي الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم حكاية ريمة المغربية كنتمنى خوتي تكونوا باخر وعلى خير وفئة من الصحة والعافية خوتي العزاز تحياتي لكم وتحياتي للجميع كنتمنى أنكم تدعموني باللايك والاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا بكم جديد وبطبيعة الحالة خوتي ما تنسونيش من التعالق ديالكم اللي كتشجعني وكتحمسني أنني نزيد نواصل ونحكي لكم القصص خوتي العزاز بارتاجيوا القناة بارتاجيوها باش تكبر قناتكم قناة حكاية ريمة المغربية وأكيد خوتي بالدعم ديالكم باش نوصل سلامة خوتي أنا سلمة في عمر 24 سنة خدكم مزوجة وراجلي كنت يعطيني المصرف في يدي أنا اللي كنجيب الصقرة وأنا اللي كان قادة للمصرف ديال الدار اللي خاصتنا أنا اللي مكلفة بها إيوا يا أخوتي خدكم كيف حلقة عنسا كنت كان شيط من المصرف ديال الدار وقالج ما عنده ويرت الزمان هي هاديك مشات أيام وجات أيام واختكم واختكم الجمعات واحد لباراكة ما بيهاش إيوا قلت معا بالي آه يجي شوفشي خوتي ما مشيت لك السيادين الصق وشوفت لك واحد لصاتم عند الدهيبي وعجبني وقلت قبل ما نشره ها را نعمل بأصلي ونعلم راجلي هي هاديك الحبيب تقلبي مالي كنا قلسين وانا نقول له الحبيب ديالي را نجمعه شي باراكة وبغيت نشري بها خاتم ديال الدهيب قل لي ايه ومني جمعتي هذا الباراكة انا بكل فخر واعتزز قلت له من مصرف ديال الدار الحبيب قل لي ايه مزيان وارا نشوفش حل جمعت انا اعلانيتي نطلق حدقا ومشا ترين 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 فرحانة جايب الفلس جايه قلت له ها انت شوف تبارك الله عني اياك شافية وقال لي مزيان تبارك الله انا نعتك تصرف على الدار وانتي نتاخد الفلس بس خصرم على الخوة الخاوي واختهم لاخوتي خلاني ظرفة حفومي وعجب سياد قال لي من اليوم الصخرة اللي بغيتيها قد كريديها من عند ملحانة وانا حنت كلب بكل شي قلت له في نفسي ياه واصل سيدي وانا اخوتي انا ضربت الطمن ما قد له تكلمة قد له في نفسي دا ما وريتكش نسع لاش قدات انا مشي سلمة هي هاديك بقيت كان نمشي اخوتي نلحانة وناخدكش اللي ما كيخسر شي حس السكار والقهوة والزيت الى اخره وستوكين هي هاديك الحبيب بقلبي ومعالغ لني كيان بلا ما نقول لكم وغرقتم زيان السيد من الي مشي خلص حرفت له مني يبدأ ومني يكمل تفاثى وطف ضم عرف راسه ما يدير جاكي يجري لعندي وقال لي هاكي لله من اليوم انتين اللي تصرف انا دا بقيت مكنذ اتوخر لي في الحبس يدك فيهم الباراكة في اللول قد لنا ويني انت اللي تصرف انت الرجل ضد دار انا ما نقدش نصرف ايوة يا اخوتي بقايك يرغب ويزاوك غير نشد المصرف يا هاديك ايوة في الاخر يا اخوتي حن قلبي وافقت وابديت كل مرة نجبد من ذاك سطوك اللي كنت مخبعة ودابا اخوتي شرت الخاتم اللي على قلبي وقتلو هادا غير بلاكيور عطته لاختي وجبرتوني كان فكر في حيث تنسل التالية نشريها وعقبان ان شاء الله لمضمع ايوة وكانت هذه يا قصة يا اخوتي وانتما يا رجال لا ايديكم باحب حويدكم شوية وكانتمنى تكون القصة اليوم الاعجاب ديلكم ومع السلامة الى قصة اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة